بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أهلا وسهلا بكم مع هذا الحديث الأول الذي هو بعنوان حديث الهدى والنور والذي نتناول فيه حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه الذي يقول فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثان الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية أمسكت الماء فنفع الله بها الناس وكان منها أجادب أمسكت الماء فقط أمسكت الماء ونفع الله بها الناس فشاربوا وسقوا وزرعوا الأرض النقية أنبت الله بها الكلاء والعشباء الكثير الأرض الثالثة قال وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء إذن عندنا ثلاثة أنواع من الأراضي النقية وهي الطيبة والأجادب وهي التي تنفع الغير ولا تنفع الذات والقيعان التي لا تنفع الذات ولا تنفع الغير يقول النبي صلى الله عليه وسلم فذلك المشبه يشبه من فقها في دين الله فنفعه ما بعثني به فعلم وعلم والقسم الثاني ومن لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به نطوف الآن في الحديث عن أبي موسى الأشعري راوي هذا الحديث وهو عبد الله ابن قيس رضي الله عنه وارضاه الصحابي الجليل من الرملة التي هي في البحرين وكان من أوائل من أسلموا وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه اختلف في مسألة هجرته على ثلاثة أقوال فمن قائل إنه هاجر إلى الحبشة ومن قائل إنه لم يهاجر إليها وهذا قوله الأكثر ومن قائل إن له ثلاثة هجرات كونه هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى قومه ثم هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة فهذه هجرات ثلاث إلا أن الهجرة للحبشة لم تكن في الواقع لما؟ طب من أجه هذا اللبس؟ قال العلماء لما جاء أبو موسى الأشعري وقومه بسفينتهم متجهين نحو المدينة المنورة صادفت سفينتهم سفينة المهاجرين إلى الحبشة وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه فذهبوا وصلوا للمدينة سوية فظن الظنون أنهم هاجروا إلى الحبشة مثل مهاجرة الحبشة لا ولا فإن سفينة صادفت سفينة أبو موسى الأشعري ظفر بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم مغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه ذات مرة وهو يتلو القرآن وكان صيتا جميلا القراءة بالقرآن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود والحق أن هذا البعد ليس هو البعد الوحيد الذي كان يتمتع به أبو موسى فبالإضافة إلى كونه ذا صوت جميل كان ذا فكر سديد وسياسة وحنكة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وله زبيدة وعدنة وساحل اليمن ولما جاء عمر رضي الله عنه أرضاه وله البصرة ولما كان عهد عثمان رضي الله عنه أرضاه وله الكوفة فجمع له العراقان الذين هما البصرة والكوفة ولما وقع الخلاف بين العظيمين علي رضي الله عنه أرضاه معاوية رضي الله عنه أرضاه كان أحد الحكمين من جهة علي ويلخص هذه المسألة الحسن البصري قائلا والله ما قدمها يعني ما قدم البصرة من راكب خير منه يعني أنه أفضل من دخل البصرة هذا الحديث يحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن تمثيل فيقول مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم الهدى هو الدلال الموصل المطلوب يشبه الكشاف والضوء يدلك على الطريق حتى لا تقع في حفرة حتى لا يصيبك حجر تعثر به أو حتى لا يخرج لك سبع ونحن ذلك أما العلم فيقصد به الأدلة الشرعية الآن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء به هذين النورين نور الهداية ونور العلم بيّن أن إسلامنا هذا إسلام حضاري لا يأتي لمجرد أن يدغضغ عاطفتك أو أن يداعب لاشعورك وإنما هو دين واقعي له رسالة حضارية والمثل هنا يعني التشبيه التمثيلي ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قارن بين صورة وصورة مقابلة بين مشبه ومشبه به مثل ما يذكرنا قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار فهي صورة إذن مقابلة صورة أخرى والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقرب لنا هذه الصورة التي لما جاءها كانت الجاهلية تمثل ظلاما دامسا وقد جاء بالمصباح مصباح هداية الرسالة الخاتمة إذن ليس هذا من باب المثل العام يعني مضرب المثل مثل ما تأتي بأي مثل كأن تقول ما يأتي بسهولة يذهب بسهولة أو أن تقول أوفى من السموأل وأبخل من مادر وأكرم من حادم ونحو ذلك لا هو تشبيه صورة بصورة وسيأتي الكلام عن فوائدي هذا التمثيل لكن بعد أن نفهم المعنى التفصيلية اللغوية والمعنى التفصيلية الإجمالية قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير الغيث هو المطر الذي يأتي بعد شوق وطول انتظار ورغبة وهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء على فترة من الرسول وقد كان وقد جاءه الناس متشوقون غاية التشوق لمثل هذه الرسالات ولكنه لم يكن غيثا قليلا وإنما كان غيثا كثيرا هذا الغيث لم يميز بين أرض وأخرى بمعنى أنه خاطب أبا بكر وأمثاله كما خاطب أبا جهل وأمثاله لم يكن معروفا بعد من الذي يتميز فيدخل في سلك الإيمان ويتميز فيدخل في سلك الكفران والعصيان لم يكن بعد لما جاءت هذه الأنوار الذين تضوأوا بها كانوا مؤمنين لما نزل هذا الغيث النبوي المحمدي الذي تعرض له صار رطبا بنور الله عز وجل والذي امتنع عن النور ظل في الظلام والذي امتنع عن الغيث ورفضه ظل جافا جلفا قاسيا النبوي المحمدي النبوي المحمدي يقول هناك ثلاثة احتمالات ثلاثة احتمالات لفضاء العين عندما ينزل الغيث إما أن تكون الأرض المصابة به أرضا نقية أي أنها أرض طيبة فكان منها نقية وكان هنا كان الكاملة وليست الناقصة لأن نقية هنا فاعل فكان منها نقية النقية ماذا تصنع هذه أنبتت الكلأ والعشب الكثير الكلأ هو النبات جافه ورطبه في حين أن العشب هو الرطب منه وهذا يعني كما يقول أهل البلاغة من باب عطف الخاص على العام أي أن هذه النقية كانت مفيدة غاية الفائدة لكن في المقابل كان عندنا نوع ثاني وهي الأرض الجدباء والأرض الجدباء هي الأرض التي تمسك الماء فلا يسرع الماء فيها النضوب يعني لا يتبدد هذا الماء بسرعة دوشك أن تكون هذه الأرض كما لو كانت قنينة الماء هي تحتفظ بالماء لكنها لا يعني تنتفع ذاتا وإنما تنفع الغير تشبه أن تكون اليقطين يعني هي أرض يقطينية كما هو جارم به عرف نائي أنها تفيد غيرها ولا تنفع ذاتها قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا لأنفسهم وسقوا أنعامهم وزرعوا نباتهم أي أنها مفيدة غيرها لكنها لا تفيد ذاتها وهذا يشبه ماذا يشبه هؤلاء الذين يحملون العلم وينقلونه للناس لكنهم غير مستفيدين منه أو هؤلاء الذين يحملون العلم وليس عندهم طريقة مثلا وفضلا وحسنة يستطيعون بها إيصال العلم للناس والناس في قدراتهم مذاهب كما نعلم أما الأرض الآخرة فهي أرض عجيبة وهي الأرض القيعان والقيعان جمع جمع قاع لأن قاع جمعها قيعا وقيعة جمعها قيعان كجار جير جيران هذه الأرض القاع أرض لا تمسك الماء يظل الماء على ظهرها جاريا ثم ماشيا فلا هي أمسكت ماء ولا هي أنبتت زرعا وهذه أتعس أنواع الأراضي كما يقابلها أتعس أنواع القلوب يعني ينزل عليها الغيث لا هي تمسك مثلا إمساكا حتى يستفيد منه الغير ولا هي تصنع شيئا في أصل ذاتها يقول النبي صلى الله عليه وسلم فذلك مثل يعني فذلك التشبيه الثلاثي مثل كذا وكذا ويذكر تمثيلين لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد بالمثال الأول أن يوضح لك الأرض أو ما يقابل الأرض النقية والأرض الجدباء ويريد بالمثال الثاني أن يوضح لك مقابل الأرض القاع فيقول فذلك التشبيه الذي ذكرته يعني مثل ما بعثني الله مثل منفقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم منقول فقها 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 منقول فقها بمعنى فهم فقها إذا سبق بالفهم غيره أو إذا كان في عنا مجموعة من الطلاب عرضت مسألة معينة أسبقهم في فهم هذه المسألة نقول فقها هكذا بفتح القاف إذا قلنا فلان فقها الأمراء يعني أن الفقه صار له سجية وملكة فقال فعلم وعلم إذا علم وعلم كان يشبه الأرض النقية إذا علم ولم يعلم أو علم ولم يعلم كان مثل الأرض الجذبة قال أو المثال الثاني وهو الأرض القاع ومن لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به وهذا بالمناسبة تشبيه عن غاية البلادة التي فيها فلان لأنه ليس مجرد أنه لم يتقبل هدى لا هو لم يعر هذا الأمر اهتماما ولم يعره انتباها يعني مثل ما يأتي مثلا يعني موظف في مكان عام وتسأله مسألة معينة فيظل يلعب في أشياء عنده على مكتبه من غير أن ينعم فيك النظر من غير ما يعمل ما يسمى بعلم التواصل آي كونتكت هذا يعني التواصل البصري وهذا يعني في قلة الاحترام يعني هو حتى لم ينظر للنبي يعني لم يقبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو أصلا لم يعر النبي صلى الله عليه وسلم انتباها بصريا ولم يعره انتباها رأسيا وهذا علامة على تكبره ننتقل الآن للحديث عن موضوعات هذا الحديث أول هذه الموضوعات أن الحديث يذكر لنا موانع الانتفاع بالهداية يعني كيف يمكن للمرء أن لا ينتفع بالهداية بعدة أمور وهذا يشبه أن يدل نمرء على طريق جهنم من أجل أن نحاذر منها أولا أن يكون ليس هناك استعداد نفسي أصلا لتقبل الهداية يعني هو لا يرى هذا الهادي لا يرى هذا الداعي للهداية لا يره شيئا يعني أنا لست مستعدا لك كمان ربما يكون ليس متفكرا في الهداية أصلا هي مش شغل باله على الإطلاق وفي المقابل لا تكون عنده إرادة لتقبل هذه الهداية ونحن نعلم أن الإنسان إذا لم تكن عنده إرادة لأن يصنع شيئا معينا لا يمكن أن يصنعه رابعا من الممكن أن يكون مانعا للانتفاع بالهداية أن يقلد المرء وأهله وإن كان ما هم فيه من موثات جاهلية إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثار مقتدون يعني هو يقلدون في حقهم وباطلهم أو باطلهم وباطلهم إن جاز لنا أن نعبر وقد ذكر القرآن أناسا معينين من الذين لا ينتفعون بالهداية من نحو قوله تعالى الله لا يهدي القوم الكافرين والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الفاسقين إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب ومن يضلل الله فلا هادي له يعني هؤلاء إذا كفر مرؤون إذا فسق إذا ضلى إذا أسرف إذا كذب إذا كان معتادا أن يكذب كيف يمكن له أن يكون منتفعا بالهداية لا يمكن أن ينتفع بها على الإطلاق المسألة الثانية أو الموضوع الثاني الذي يتناوله هذا الحديث وهو أن ضرب الأمثلة مهم مهم في الوعظ والتذكير والنصح والإرشاد والترغيب والترهيب وتقريب الصورة للأذهان وتقريب المعقول بالمحسوس يعني المعقول ذهنا بالمحسوس ماديا وكمان عندنا هنا مشبه ومشبه به إذا نسيت جزء أحدا جزء أي هذه المعادلة الجزء الآخر يذكرك بما نسيت يعني عندما أقول لك مثل كذا كذا إذا لم تتذكر الجزء الأول أنت تذكر الثاني والثاني يذكرك الأول أو الأول يذكرك الثاني فإحنا حتى إذا نسينا أن الحديث مثلا يحدثون عن الأراضي الثلاث النقية والجدباء والقاع إذا ما تذكرنا المقابل وهو المشبه به مثلا أن يكون المرء عالما معلما وأن يكون ظالما نفسه ولا يقبل هدى الله الذي أرسل به نبيه ولا يرفع بذلك رأسا هذا يذكرني هذا أو هذا يؤدي إلى هذا وضرب الأمثلة شائع وفاش بالمناسبة في القرآن والسنة لأن هذه الشريعة شريعة قريبة من قلبك قريبة من عقلك من فكرك من قدرتك لا تستعصي على استيعابك ونذكر من ذلك مثالين أختارهما أحدهما في القرآن والآخر في السنة أما الذي في القرآن فهو قوله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون أولئ الذين يرون أو توهمهم أنفسهم بأن عزتهم ومنعتهم وكرامتهم وسؤددهم وإمكاناتهم يمكن أن يأخذوها في غير مناعة وإكرام الله عز وجل لهم مثلهم كالذي ينتمي ويأوي إلى هذه البيوت العنكبوتية لكن للأسف الشديد أوهن البيوت بيت العنكبوت لو كانوا يعلمون المثال الثاني من السنة النبوية وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كالشاة العائرة بين غنمين تعيروا إلى هذه مرة وإلى هذه مرة النبي صلى الله عليه وسلم هنا يصف المنافقة بالشاة العائرة المترددة بين غنمين أي بين قطيعين مرة على القطيع ألف ومرة على القطيع باء ويمكن تروح لجيم ودالوا عين وهكذا وتقلب كل أحرف اللغة العربية وتستعير من اللغة الفرنسية والهندية والصومالية لما؟ لأنها تريد الاستفادة فالنبس عز سلم يريد أن يقبح النفاق في ذهنك أن يربطه شرطيا بأنه قميء ومزعج أنه لا يعبر عن ذاتك الصافية وإمكاناتك الداخلية يقول لك أنت إذا تكون لسمح الله منافقة أنت مثلك مثل هذه الأشياء والعياذ بالله يحدث هنا الحديث أيضا عن العلم واضح أن يحدثنا بعد الهدى عن العلم ونذكر هنا الموقوف على علي رضي الله عنه أرضاه عليه السلام أنه كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح إذا نسب إليه وكفى بالجهل شرا أن لا يقبله من كان فيه يعني حتى الجاهل لا يقبل أن يوصف ويوصم بالجهل تلاقي فرحان إذا قلت عنه عالم بل يتبرأ منه هل هناك من فضائل معينة لهذا العلم نعم نحن نذكرها وربما لو قلنا أكتب لنا موضوع تعبيريا عن أهمية العلم فإن أولا ما يتبادر إلى ذهنك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن جماعته معاشر النبيين أعني معاشر النبيين ونحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة وقال في أخرى أنه يعني إنما الأنبياء أو الأنبياء إنما ورثوا العلم قبل قال إنهم لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر نمره كلما ازداد علما ازداد لله عز وجل خشية بل إن العلماء هم أخشى الناس لله قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء كذلك الله عز وجل يجعل معيته لهذا الذي خرج في طلب العلم فمن خرج في طلب العلم فهو في ذمة الله حتى يرجع نتحدث هنا بعد هذه الفضائل عن مسألة شرعية متعلقة بحكم العلم إذا كان هذا العلم شرعيا أو إذا كان هذا العلم دنيويا غير شرعيا كلا هذين العلمين فيهما الحكمان نفسهما وهما الوجوب العيني والوجوب الكفائي أما الوجوب العيني فهو الذي يتعين عليك مسلما وعليك مسلمة يعني جميع أفراد المسلمين يجب أن يعلموا في طار العلم الشرعي نحن مثلا إذا تحدثنا عن أركان الإسلام كل ما يتعلق بأركان الإسلام واجب عليك معرفتها وواجب عليك معرفتها وجوبا عينيا كيف ستصلي كيف ستصليين كيف ستصوم كيف ستصومين كيف ستزكي كيف ستزكين هذه المعرفة إذا اتصلت بك أيها المسلم فأعلم أن اتصالها بك اتصال عيني أما الأمور الأخرى فهي أمور كفائية إذا قام بها بعض سقطت عن الآخرين مثل تعلم التجويد نظريا ومثل صلاة الجنائز ونحو ذلك المسألة الثانية إذا كان العلم دنيويا غير شرعيا ففيه الأمران أيضا إما أن يكون عينيا مثل أن يتعلم المسلمون القراءة والكتابة وإن كان هذا الجزء مختلفا فيه فيقول بعض العلماء إن تعلمهما يعني إن محو الأمية ليس فرضا على التعين وإن كنت أميل إلى كونه معينا حتى لا يعني يتساهل فيه المسلمون وحتى يكونوا كما كانوا سابقا شامة الدنيا وإنسان عينها المسألة الثانية في الحكم هنا أن يكون الحكم كفائيا مثل العلوم الأخرى تعلم الطب والهندسة والفيزياء وما يتعلق بذلك من أمور نتحدث هنا عن أهم صفات طالب العلم يعني طالب العلم إذا أراد أن يكون ذا علم حقيقة مش يعني يكون حامل شهادة ولا معلق ورا في البيت كارتونة يعني كما يقال أول هذه الأمور أن يكون صابرا فلا ينال العلم بغير صبر ولا ينال العلم بغير وقت وتشمير وتنضيج طبخة بكل بساطة يعني حتى نقرب لك الفكرة المسألة الثانية أن يكون طالب العلم متواضعا لأنه إذا لم يكن متواضعا يعني كما قالوا في الصبر لا تحسبن المجدة ولا تحسبن العلم كمان تمرا أن تآكله لن تبلغ المجدة حتى تلعق الصبرا فإن التواضع هو الذي يعطيك ثمرة هذا العلم ويعطيك جميع أسراره بل إنه يجلب لك متعلمين إذا ما كنت عالما أو متصدرا لتعلم بعد ذلك ذلك أن الناس تواطئوا وتباعثوا على أن يحترموا ويرضوا ويقبلوا هذا الذي يكون متواضعا في تعليمه الناس أو تعامله مع الناس ولذا ينسل من هذا أن يكون طالب العلم عاملا بما يعلم حتى لا يكون علمه يوم القيامة حجة عليه يحدثنا هذا الحديث أيضا في آخر ما يحدثنا عن أهمية الدعوة إلى الله عز وجل والخيرية مرتبطة بنا كوننا أمة داعية كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ويبين فضل هذه الدعوة أنه ليس شيء أحسن منها بقوله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين يعني إنه ليس هذا اللي يسمو أهل البلاغة السؤال الذي يفيد النفية ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله يعني ليس هناك أحد أعلى كعبا وأشرف راية وأحسن غاية من هذا الذي يدعو إلى الله عز وجل طيب لماذا ندعو لله عز وجل نحن نريد أن نرضي ربنا عز وجل كما أشرنا قبيل قليل نريد أن ننشر الإسلام نريد أن نصحح بعض مفاهيمة ربما تزل بها أقدام بعض المسلمين حتى نريد أن ننشر الأخلاق ولا شك هذا الذي أردنا أن نقوله في هذه التضوئات والتنويرات بما يتعلق بهذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه وهو حديث الهدى والنور والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر